حول الأوضاع بقى أستاذ بلال خلينا نكلمك عن نقطة هامة لما أجي أتكلم عن الحدود المصرية حالياً وإنت قادرة طبعاً بكل الكوالس الموجودة حوالينا والخطوط الحمراء التي وضعت رأيتها إزاي؟ خصوصاً أنا برضو بتكلم عن خطوط حمراء كانت من العرض سقيل يعني إحنا بنبقى سعداء قوي لما نشوف الرئيس عبدالفتاح السيسي بيتكلم عن الأمن قوم المصري ونبقى سعداء أكتر لما الرئيس السيسي يضع خطاً أحمر لا يمكن أبداً تجاوزه حينما يتعلق الأمر بتهديد الأمن القوم المصري بتحسي يهبت الدولة بقى وقتها بجد يعني إحنا بتحب كده إحنا بتحب القدرة الكامنة داخل الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يقدر يلم الشعب حواليه ويقوى اللي عنده وبتكون أكتر في يعني أنا عجبني جداً التصريح اللي قالك إيه مهمة حماية الأمن القومي أمانة في عنقي ومهمتي الأولى لأ الرئيس بيتقدم الصفوف بدعم شعبي وبالتالي القوة اللي عنده بتبقى قوتين بيكون قوي أكتر إحنا بنتكلم عن عايز نتكلم عن خط الأحمر أنه غزة ولا خلينا نبدأ بجفر جفرة سيرت جفرة في ليبيا مثلا يمكن سيرت الجفرة إحنا كل الناس برضو كان بتتكلم ولك إيه اللي بيحصل قوات مش عارف مين وهنعمل إيه لو كان وقتها بيقولوا خط أحمر إزاي يعني إيه والناس هلتزموا بإزاي الحاجات دي وتم تنفيذ وجهة النظر المصري لأن وجهة النظر المصري هي صائبة مصر بتتكلم عن قبل مصر ما بتتكلم عن مصلحة مصر بتتكلم عن إزاي إزاي الدولة المصرية تتعامل مع الأشقاء العرب إحنا بنقول لن نسمح بتدخل أي قوة خارجية في ليبيا بنقول مصير ليبيا يحدده الشعب الليبي بنقول إن لن تسمح مصر بتقسيم ليبيا بنقول إن الجيش الليبي هو عمود الخيمة في المجتمع الليبي مش هو ده الكلام العائل طب في بعض الناس التانيين بقى هو حلو بقى برافاي طبعا في بعض الناس التانية تقول لك إيه لا إحنا مش عايزين الجيش الليبي يكون موجودة الله يعني حضرتك عايز سيب الميليشيات تكون موجودة في البلد طب إنت عايز الليبيا تتقسم طب إزاي لا وبعدين الليبيا عندها سروات عندها سروات سروات الشعب الليبي الليبيا دي فيها خير يا أصدف الله وبالتالي هي مصر حافظت على الليبيا دور مصر للحفاظ على الليبيا وبالتالي إحنا بنقول وقات كان خلاص إحنا بنتكلم عن مصر نجحت خليني نقول مصر نجحت بالفم المليان من غير ما نتكسف ونقول لأ مصر نجحت لإن وجهة النظر المصرية تمت فيما يحدث في الليبي بنقولها إن مصر نجحت طيب الخط الأحمر التاني الخط الأحمر التاني فيه كلام كتير خلي بالك طيب إيه رأيك أبدأ معاك بكلام كمالة هارس لما قابلت سيادة الرئيس في الكومب 28 في دبي حاجة الكلام اللي قالته والله الرد على كلامك ده برضو مصر نجحت طبعا أخذ رأيك بس إحنا بنتكلم دلوقتي مصر بتقول إيه كل القوة السياسية المصرية قالت وراء الرئيس عفتح السيسي وبعض الدول المنطقة الكبرى قالت برضو إن مصر ترفض التهجير وهم رفضوا التهجير ما كانش حد بيكلم حل الدولتين مصر قالت الكلام ده حل الدولتين وبالتالي أنا سعيد أنا عن نفسي بتكلم عن نفسي أنا سعيد جدا بقدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي على فرض وجهة نظره اللي هي وجهة النظر المصرية على جميع من جلس معه من قيادات العالم وخلي بالك برضو الأمان وجهة النظر العدل الحق صح صح بتقالت وجهة نظر إن أنا مفتري لا بكل سهولة كده ما نقدرش نقول إن مصر نجحت في فرض رأيها على الوقت المتحدة الأمريكية فيما تعلق باللقاء الرئيس مع كمال هارس نايب الرئيس الأمريكي في كوب 28 اللي موجود في دبي لا نقدر نقول لإن ما كانش حد بيقول الكلام ده صحيح كمال هارس طلعت تصريح رسمي من البيت اللبيت بعد لقاءها بالرئيس السيسي قالت كده اتفقت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على رفض التهجير يا سلام يعني كمال هارس اللي بتقول رفض التهجير حلوة قوي يضاف لينا تعال هكام فيدان وزير الخارجية التركي طلع أن نفسه وجهة النظر المصري قال لك لا بد من حل الدولتين ونرفض التهجير واستقبلوا الرئيس عبدالفتاح السيسي وراح العريش وكان فيه مساعدات وصلت في مطار العريش ده انتصار للدولة المصرية طيب ماكرون أسبانيا بلجيكا تشولتز ألمانيا كل الناس دي أصبحت تنطق بالحق الفلسطيني مين اللي كان لي الهبة في أن ندفع عن فلسطين في البداية وأن احنا رفضنا التهجير الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر يعني قولا واحدا لو لا الموقف المصري في مسألة الوقوف ضد فكرة التهجير القصر وحتى ما يحدث من مجازة ضد الأطفال والنساء لو لا الموقف المصري اعتغارة المعادلة بشكل اعتغارة المعادلة بشكل كبير جدا جتيرش اللي بتعرض لهجوم اللي النهاردة ومبارح بسبب مطالبته بتطبيق المادة 99 من مساكل الأمم التحدة اللي هي بتقضي بأن هناك تهديد للأمن العالمي صحيح لأن اللي بيحصل ده مش دفاع عن النفس أبدا ده عنف مفرط الأطفال والمستشفيات والسيدات والمدارس ومقرات الأمم التحدة والمقرات الدولية وكنائس والمساجد فجتيرش بينطق بما يتنطق به مصر على لسان الرئيس عفلتاح السيسي أمين عامل أول المتحدة جتيرش وبتعرض لهجوم دلوقتي على لسان المتحدث الرسمي باسم الجيش الاحتلال ثانيا جريفس وكيل أمين العامل أول المتحدة لشؤون الغاسة برضو أن نفس الكلام ينطق بما يتنطق به مصر وده اللي احنا بنقول عليه مصر مصر الكبيرة نجحت في مسعاها للتصدي لأي نوع من أنواع الضياء على القتال فلسطيني في بعض الناس هتبتتكلم أن خلاص ما بعد مستقبل غزة وما بيتكلموش عن وقف العنف احنا بنتكلم عن تهدئة وهم ما بيتكلمو عن مستقبل غزة طب دلوقتي العملية العسكرام مستمر الموقف المصري في المساعدات تخيل 70% من المساعدات اللي داخلت غزة قامت بها الدولة المصرية ونحن في أزمة مليئة مش احنا بس العالم كله طبعا مصر هذا قدرونا ما بنتكلم عن قدارنا احنا بندفع الأشقاء الفلسطينيين منذ أمد التاريخ من زمان وهي دي وجهة النظر المصري اللي احنا لازم نقوله عليه حاجة تانية نجاح للدولة المصرية يمكن احنا انا هقول لحضرك بحكم العلوم السياسية شوية احنا في العلوم السياسية بندرس بنقول لك ايه فيه سياسة وفيه نظرية اسمها Zero Problem تصفير المشكلات مشكلات ايه نجحت الدولة ده نجاح برضو نجحت الدولة المصرية في تصفير مشكلاتها بعد العلاقات مع تركيا دلوقتي خلاص موجود وزير الخارجية ووزير خارجية التركي كان موجود في مصر والتخب الرئيس عفتاح السيسي ورح العريش واستقبل مساعدات وحتى كان عمل حوار في احدى القنوات واكد على الدور المصري واكد ان مصر قامت بدور كبير جدا في مساعدة الاشقاء الفلسطينيين وفي حال القضاء الفلسطينيين ده نجاح كان عندنا مشكلة احدى الدولة العربية تم تصفير المشكلة واصبحنا دلوقتي العلاقات اصبحت احسن من الاول هي دي السياسة السياسة ان انت بتصفر مشكلاتك عشان خاطر مجهودك يبقى للداخل وده اللي احنا شفناه وبالتالي اي مشكلة بتواجهك بتكون انت مستعد طب كان ليه الكتاب اسمه جبل الحلال تتكلمتي فيه بشكل موضح جدا عن ما قام به الدولة ضد هذه المنطقة الخاطرة بشكل جدير تكلمني عنها بص اقول لي حضرتك انا عنوان الكتاب كيف سقطت كيف تشكلت اسطورة جبل الحلال فاحنا لما نتكلم عن جبل الحلال بنتكلم عن اسطورة الدولة المصرية عملت ايه يمكن هستعب بكلام سيادة الوزير الوزير الداخلية احمد جمال الدين لما قالك ان فيه تنظيمات وتشكيلات ظهرت ما كانش عندنا دات عنها فاخدنا وقت شوية لحد ما نعرف الحاجات دي وبالتالي الحاجات دي كلها التنظيمات اللي استقرت في جبل الحلال كان ليها كذا شق يعني هقول لحضرتك جبل الحلال موجود تمام لما حصل الاحداث في غزة في 2006 بعض الناس قاتوا الى مصر عن طريق الانفاء لان كان فيه انفاء ودي حاجة ما بقولش سر طبعا قاتوا لينا من الانفاء واستقروا في جبل الحلال في الوقت ده 2006 2007-2008 بعض الناس المجرمين اللي كان عليهم احكام قضائية نهائية بتة كانوا بيهربوا ويروحوا يستخبوا في جبل الحلال مصبوط بعض الناس اللي كان التطرف بدأ يظهر عليهم وشكلوا نواه لفكر متطرف جديد بعد ما قروا كتاب محمد عبد السلام فرج اللي متورد في قتل الرئيس العظيم بطل الحرب والسلام أنور السادات التلاتة دول تلاتة مجموعات دول استقروا في جبل الحلال فاحنا برضو في العلوم السياسية لما بنلاقي تلات أعضاء تلات يعني تلات نمازج مختلفة بيجمعهم مع بعض في مكان واحد في مغارات جبل الحلال بيجمعهم مع بعض إحنا بنسميهم إيه؟ ينصهروا يتنصهر كنهم في سجن مع بعض ينصهر الفكر مع بعضه أخرج لنا تنظيمات إرهابية متطرفة تدين بالولاء لتنظيم القعدة عملوا إيه؟ ارتكبوا أحداث طبة أحداث شرم الشيخ أحداث دهب الدولة المصرية في الوقت ده كانت يعني مش عايزة أقول مترهلة لا الدولة المصرية كانت مهتمية بالدلتا والصعيد ما كانش فيه تمام بسينة وده اللي إحنا عايزين نقوله وإحنا بنقولش أسرار لأنه وده الواقع لما نقول الرئيس عفتاح السيسي عمل مشروعات في سينة إحنا شايفين المشروعات وأنا وإنت روحنا سينة وشوفنا المشروعات دي وأهل سينة شايفينها وأهل سينة شايفينها وبالتالي ما كانش فيه مشروعات في سينة وكانش فيه أي حاجة كان فيه إهمال للوضع في سينة وبالتالي التنظيمات دي ارتكبت عمليات إرهابية كترة جدا حصلت 25 نهار سهموا في اقتحام السجون وسهموا في تنمي فيز عمليات إرهابية مش اللي اللي بقول دنيابة أمن الدولة العليا اللي كان بيقودها يعني المستشار الجليل تامر فرجاني اللي هو دلوقتي فيه الرقابة الإدارية وبالتالي احنا بنتكلم عن التنظيم لأنه على يعني متطرف هم المتطرفين كلهم بيجتموا مع بعض عملوا العملات الإرهابية في الوادي وكان بعض منهم تتورط فيه التفجير مديرية أمن القاهرة وتفجير مديرية أمن الدهلية وعملوا عملات إرهابية وكمين وكمين وكده فهو ده التنظيم اللي خرج من جبل الحلال طب الدولة ومصرية عملت إيه بقى قبل أي حاجة قررت إنها تتعامل تعامل جدي مع هؤلاء المتطرفين لأنه مش هكون عندك بقر موجودة بالشكل ده واتسيبها تنمو موكلة لازم تسيطر عليها أنت لازم تسيطر عليها لأنه طبعا بتجيبها عندك خطر أنت عاقد العزم أنت عايز تحقق نجاح في سينة نجاح حقيقي نجاح حقيقي عمل بدأت تعمل تستخدم تقوي الشرطة بمساعدة القوات المسلحة طبعا قدرت إن أنت كل شوية تقبض على تنظيم كل شوية تقبض على تنظيم كل شوية تقبض على تنظيم وبالتالي قدرت إن أنت تقتنس رؤوس الأفعى في التنظيمات دي واحد همام محمد أحمد عطية قائد تنظيم أجناد مصر نصبو اتقبض عليه جوه جبل حلال لأ اتقبض عليه في شقة في شرع الكعبش بس كان موجود المعروبات كان موجود في جبل حلال كان موجود في جبل حلال طبعا وبالتالي قدرت إن أنت قائد تنظيم أنصر بيت المقدس القائد الحقيقي لأن الجناح العسكري القائد الحقيقي وهو هشام علي عشماوي مصعد إبراهيم هشام علي عشماوي عيوة وبالتالي نجحت نجح كبير جدا قدرت تروح وراه هو اللي عمل أحداث الوادي الجديد أحداث الوادي وأحداث الكمين الكمين اللي على الحدود وقدرت إن أنت تحصل عليه حي موسيقى المترجم للقناة